رئيس السيسي يؤكد أهمية العمل على مواصلة تطوير العلاقات مع موريتانيا على مختلف الأصعدة نيابة عن الرئيس السيسي مدبولي يزور سنغال للمشاركة في قمة دكار لتمويل تنمية البنية التحتية في أفريقيا إضربات واسعة لعدة قطاعات في بريطانيا للمطالبة بتحسين الأجور أسادس مساء الرابع بتوقيت جرينيتش نشرة إخبارية تأتيكم من القاهرة أهلا بكم أكد الرئيس السيسي اعتزاز مصر بعلاقاتها مع موريتانيا وأهمية العمل على مواصلة تطويرها على مختلف الأصعدة وخلال استقباله لوزير الدفاع الوطني بموريتانيا شدد الرئيس السيسي حرص مصر على تعزيز التعاون العسكري والأمني مع موريتانيا استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق حنن ويلدسيدي وزير الدفاع الوطني بالجمهورية الإسلامية الموريتانية وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالإضافة إلى السفير سيدي محمد عبد الله سفير موريتانيا بالقاهرة صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز العلاقات الأخوية الراصخة بين البلدين الشقيقين وتفعيل التعاون المشترك بينهما في المجالات العسكرية والأمنية لسيما في ضوء دور موريتانيا المهم في مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل وخلال الاجتماع سلم الوزير الموريتاني رسالة خطية إلى السيد الرئيس من الرئيس الموريتاني محمد ويلد الغزواني تضمنت تأكيد حرص موريتانيا على توطيد العلاقات التاريخية والأخوية القائمة بين البلدين وتعزيزها في مختلف المجالات لسيما على صعيد التعاون العسكري ومكافحة الإرهاب في ضوء التقدير الذي تليه بلاده لدور مصر ومكانة السيد الرئيس السياسية على السحتين الإقليمية والدولية من جانبه طلب السيد الرئيس نقل تحياتي إلى شقيقه الرئيس الموريتاني محمد ويلد الغزواني مؤكداً اعتزاز مصر بعلاقتها مع موريتانيا وأهمية العمل على مواصلة تطويرها على مختلف الأصعيد بالإضافة إلى حرص مصر على تعزيز التعاون العسكري والأمني مع الأشقاء في موريتانيا خاصة في مجالات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات في ضوء دور مصر الرائد في هذا الإطار غادر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى العاصمة السنغالية دكار على رأس وفد رسمي يضم عدداً من الوزراء وممثلي كبرى الشركات المصرية العاملة في مجال البنية التحتية وذلك للمشاركة بالنياب عن الرئيس السيسي في الدورة الثانية لقمة تمويل تنمية البنية التحتية في أفريقيا التي تستضيفها السنغال يومي الثاني والثالث من فبراير ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء كلمة مصر نيابة عن الرئيس السيسي كما سيعقد عدداً من اللقاءات الثنائية على هامش القمة التي سيشارك فيها عدد من رؤساء الدول والحكومات وأكد مجلس الوزراء أن القمة تركز بشكل أساسي على سبل تنمية وتطوير البنية التحتية في القارة الأفريقية وهو ما يتوافق مع توجهات وسياسات الدولة المصرية الحريصة على تعزيز جهود التنمية في القارة السمراء أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الموافقة على إصدار أربع رخص ذهبية جديدة للمستثمرين وخلال مؤتمر صحفي أكد التوسع في أنشطة تسري عليها الرخص الذهبية في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشجيع يعني دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي وكان توجيه سيادته للحكومة بالإصراع بموضوع الرخص الذهبية وإصدار الرخص الذهبية الحقيقة المجلس كان وافق من يمكن شهر وشوية على تسع رخص بصورة مبدئية والنهاردة يمكن يعني اسمحوا لي أن أنا أعرض على حضراتكم يعني أن في إيدي دلوقتي التسع رخص اللي فعلا تم إصدارهم وبرضو عشان نشوف شكل الرخصة يعني الطريقة غير تقليدية وطبقا ليه تقنيات الجديدة الرخصة بتطلع في صورة كارت زاكي بيبقى فيه طبعا QR code بيبقى متسجل عليه كل الداتا والبيانات اللي بتبقى خاصة بهذه الرخصة والحقيقة دي يعني خطوة مهمة جدا الدولة النهاردة بتاخدها علشان فعلا تشجع القطاع الخاص في خلال هذه المرحلة بالإسراع بتنفيذ كل المشروعات التنموية في المجالات من اللي احنا قلنا أنها حتكون جديرة أنها تاخد الرخصة الزهبية وعايز أقولي كمان أن المجلس النهاردة بيوسع كل مرة الأنشطة اللي ممكن أنها تبقى تسري عليها الموضوعات الرخصة الزهبية بالفعل النهاردة أضفنا مجموعة أخرى من الأنشطة والحقيقة أيضا النهاردة وفقنا على إصدار أربع رخص أخرى وبالتالي حيبقى فيه النهاردة أربع رخص حتبدأ هيئة الاستثمار أنها تستكمل الإجراءات والورق بتاعتهم بحيث برضو تخرج بالشكل اللي أنا وريته لحضراتكم وإحنا يمكن زي ما قلت لحضراتكم محددين مدة زمنية بحد أقصى إن شاء الله تبقى هيئة الاستثمار بتصدر فيها هذه الرخص كما أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي استمرار التنصيق مع البنك المركزي لضمان استمرار إخراج جميع السلع من الموانئين الحقيقة إحنا برضو على طول على مدار اليوم بيبقى فيه تنصيق كامل مع البنك المركزي ومع السيد المحافظ والحمد لله هدف هذا الموضوع هو ضمان استمرار إخراج كل السلع اللي موجودة في الموانئين زي ما قلت لحضراتكم يمكن يوم السبت الماضي إحنا خلاص رجعنا تاني إلى ما كنا عليه قبل عام ماضى وفعلا أنا بتأكد يوميا أن الأمور مستقرة وأن الحمد لله دلوقتي بقت وطيرة العمل كما كانت قبل هذه الأزمة وده دايما بيحصل من خلال التنصيق المستمر والدائم مع البنك المركزي كما أكد رئيس الوزراء أنه سيتم الإعلان عن الخطة التفصيلية لطرح الشركات في البورصة الأسبوع المقبل كما أعلن طرح أكثر من 20 شركة في البورصة خلال عام 2023 موضوع التروحات اللي إحنا يمكن أعلن عنه إن شاء الله اللي هو كان أعلن عنه يوم السبت الماضي واللي قلنا بإذن الله في خلال أسبوعين بإذن أنه سنعلن على الخطة التفصيلية الحقيقة أنا في اجتماعات على مدار اليوم يعني الحقيقة كل يوم بيبقى في اجتماع خاص بهذا الموضوع مع الجهات المعنية وفي اجتماعات أخرى على بداية الأسبوع القادم بحضور برضو كل الوزراء المعنيين والبنك المركزي وإن شاء الله إن شاء الله حنعلن عن الخطة التفصيلية يعني بإذن الله عقب اجتماع مجلس الوزراء القادم عشان نعلن الخطة بالكامل اللي هي حتبقى على مدار عام بالكامل إنها إن شاء الله حتطرح في الشركات وهنا يمكن عايز أتكلم إن العدد لن يقل عن 20 شركة والأغلب إنه كده بإذن الله ولكن ودي كلها شركات هتطرح طرح أولي يعني هتبقى لأول مرة بتطرح لتوسيع قاعدة مشاركة المواطنين في ملكية هذه المؤسسات العامة وأيضا للطرح لمستثمرين رئيسيين بحيث إن هم يدخلوا بغرض إعادة هيكلة الشركات وتوسع في خطوط إنتاج جديدة وبالتالي زيادة رأس المال يعني إحنا لما بنترح لمستثمر استراتيجي بيبقى الهدف طبعا إن إحنا نزود رأس المال بتاع الشركة اللي موجودة قائمة وبالتالي يضيف فرص عمل إضافية ويقدر إن إحنا نوسع عملية الإنتاج وبالتالي حيبقى العشرين شركة دول أو المفروض العدد إن شاء الله حيبقى أكبر واللي حيطرحه لأول مرة حيبقوا مزيج ما بين الطروحات في البورصة أو لمستثمر استراتيجي ولكن الهدف كله زي ما قلت هو مشاركة أكثر للمواطنين وللقطاع الخاص في عملية التنمية ويعني المشاركة في إدارة وتملك الجزء من المؤسسات العامة اللي كانت مملكة للدولة كما أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتواصل مع جميع الجهات للخروج بقرارات لتجاوز أي عقبات وجهها قطاع الصناعة والحي يمكن المجلس حريص كل الحرص فهذه المرحلة على الجلوس بصورة تفصيلية مع كل القطاعات الانتاجية وعلى الأخص قطاع الصناعة ويمكن يعني إحنا على تواصل مستمر مع الغرف التجارية ومالتحاد الصناعات ومجالس التصدير عشان نشوف كل المشاكل التفصيلية حتى اللي بتواجه عملهم بحيث النهاردة نخرج بقرارات تنفيذية واضحة بيتم متابعتها علشان نقدر أن نحن نتجاوز أي عقبات النهاردة بيواجهها قطاع الصناعة لأن طبعاً زي التوجيهات في خمط الرئيس هو ده القطاع الأهم بالنسبة للدولة المصرية واللي شغالين عليه استقبل مركز والإصلاح والتأهيل بوادي النوترون وفداً من الرياضيين والحقوقيين والإعلاميين للإطلاع على مرافقه وأساليب الرعاية والإصلاح المقدمة بداخله كما شاهدوا نهائي دوري كرة القدم بين نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل تزامناً مع الاحتفال بعيد الشرطة وفي إطار الرعاية المقدمة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل والتي تتم وفقاً لأعلى المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان أقام قطاع الحماية المجتمعية نهائي مسابقة قرة القدم بمركز الإصلاح والتأهيل وادي النوترون والتي تنافس فيها عدد من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بحضور وفد من الحقوقيين والرياضيين والإعلاميين حيث تم تسليم الفائزين الكؤوس والميداليات والجوائز لتحفيزهم لمزيد من العمل على تقويم السلوكيات أنا فخور جداً أنا موجود هنا النهاردة في مركز الإصلاح والتأهيل شفنا حاجة الحقيقة ما شفتهاش في حياتي يعني مستوى معيشي للناس كبير جداً مستوى رائع جداً اهتمام بالرياضة اهتمام بأنشطة كتير جداً 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 أنا مبسوط أن أنت بتحاول تطلع النزيل تشغله يومه بحاجات إن كان رياضية أو في ثقافية أو في صناعية أو في زراعية فدي حاجة كويسة جداً إنك دائماً تخلي النزيل يطلع من عندك عنده إن كان موهبة ينميها في حاجة تانية أو عنده مورد رزق بعد كده يخشه من خلال إن هو يتعلم حاجة هنا إنسان بيتعامل بمنتهى الإنسانية دي حقيقة ده واقع عشناه هنا عندكم في ودي النطرون ما بقيتش حتى سجل ده بقى فعلاً إصلاحية لتعديل سلوك الإنسان اللي خرج على النص الإنسان اللي بتقالي في المجتمع أنه أجرم في حق المجتمع عقب انتهاء المنافسات الرياضية قام الوفد بجولة داخل مركز الإصلاح والتأهيل ودي النطرون للاطلاع على مرافقه المتنوعة وما يقدم من خدمات ورعاية للنزلاء وسبل الإصلاح والتأهيل المطبقة داخله بما يسهم في إعادة اندماجهم في المجتمع عقب انقضاء فترة العقوبة حيث تعد مراكز الإصلاح والتأهيل نقلة نوعية وحضارية في منظومة السياسة العقابية الحديثة التي تطبقها وزارة الداخلية أنا اتفاجئت صراحة يعني اتفاجئت بالله أنا شفته النهاردة في المركز شفت صراحة كبير جدا صراحة يعني أنا لو ما شفتش بعناي عمري ما كنت أصدق ولا كنت أتخيل لكن أنا شفت بعناي أني قدي كل حاجة موجودة بالنسبة للنزيل مش للسجين للنزيل وده الإسم اللي احنا بنتمناه في الفترة جالة إنهم أخوتنا وأراهبنا وأصحابنا تحطوا في مواقف إنهم بقوا موجودين في مكان لكن إن شاء الله يخرجوا أحسن من الأول بالله أنا شايفه إن شاء الله يخرجوا أحسن من الأول ويخرجوا ما نشوفهم شناتين إن شاء الله سعداء النهاردة بالزيارة وسعداء النهاردة بالتطور الكبير اللي احنا شفناه داخل مركز الصح والتأهيل الكبير ما بين القديم وما بين الجديد السوء لازم تتنقل للناس يعني فعلاً فعلاً الوضع فعلاً يستحق إن احنا نقول إن هو وضع فعلاً يليك حتى لو واحد مسجون لو كان كده بس بيلاقي يعني معاملة قدمية وده المهم هذا المركز يعتبر هو واحد من نقول النماذج المشرفة للدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان والمؤسسات العقبية الموضوع أيضاً بيتم توفير كل الخدمات بالنسبة للنزلاء قابلنا النزلاء قابلنا أهالي النزلاء دخلنا في الزيارة بتاعتهم دخلنا شفناهم إن الحقيقة ماشية كل حاجة بسيستم واضح جداً لا حاجة فعلاً تدعو للفخر هكذا تسعى وزارة الداخلية نحو تطبيق أعلى وأرقى المعايير الدولية لحقوق الإنسان في منظومتها العقابية الحديثة المطبقة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل والتي جاء إنشاؤها ترجمة للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتوفير حياة كريمة للنزلاء وذويهم وكذا المفرج عنهم وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حقب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 715 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت أكثر من 142 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حقب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 37 طن وفي مجال الحقب والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض وعدم توريد الأرز الشعير تم ضبط قرابة 84 طن وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 21 طن أما في مجال قضايا المخابس فتم ضبط 468 قضية من بينها 161 قضية خبز غير ناقص الوزن و144 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف تم ضبط 12 قضية بمضبوطات بلغت أكثر من 194 طن يواصل معرض القاهرة الدولي للكتاب فعالياته بدورته الرابعة والخمسين في ثامن أيام المعرض ويقدم مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية ضمن الفعاليات المرافقة له على مدار أيامه والتي تنتهي يوم السادس من فبراير الجاري للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من معرض الكتاب كريم رجب مراسل أكسترا نيوز إليك كريم نعم حتى هذه اللحظة يبدو الإقبال هنا متزايد وأقبال كبير من جانب رواد المعرض خاصة أيضا أن التقصي خلال هذا اليوم كان التقصي متقلبا ولكن هذا لم يمنع رواد المعرض من المجيء إلى هنا والاستمتاع بالفقرات المتنوعة سواء من أمسيات أدبية أو أي أدوات سياسية وغير ذلك من هذه الفعاليات الخاصة بمعرض القاهرة الدولي الكتاب فضلا عن جانب آخر من الجمهور يعني يذهب إلى أروقة أو قاعات العرض حتى يعني يقتني القطب التي يريد أن يقوم بشرائها وخصوصا القطب النادرة والتي تتواجب بشكل كبير في الأجنحة الخاصة بسور الأسباكية هنا داخل أروقة معرض القاهرة الدولي الكتاب بالإضافة أيضا إلى الأجنحة التي يوجد عليها أقبال كبير هي الأجنحة التي تقدم تخفيضات كبيرة للقراء وأيضا لرواد المعرض لأن تكلف الطباعة والنشر أسهمة بشكل كبير في ارتفاع أسعار القطب ولكن هناك من يقدم العروض المختلفة حتى يكتذب بشرائح كبيرة من الرواد المعرض هنا داخل أروقة معرض القاهرة الدولي للكتاب على سبيل المثال الأجنحة الخاصة بالهيئة العامة للكتاب تقدم كتبا لرواد المعرض بأسعار بسيطة وبأسعار زهيدة بالإضافة أيضا إلى المبادرات التي أطلقت من أجل تشجيع الرواد المعرض على اقتناء الكتب المختلفة ولا سيما المبادرة الخاصة والثقافة والفن للجميع وهذه المبادرة التي تتيح كتب بأسعار بسيطة تبدأ من جنيه 1 حتى 20 جنيه وكان لنا لقاءات مع عدد من رواد المعرض منذ قليل البعض قال أنه يأتي إلى مثل هذه الأجنحة لأنه يوجد فيها بعض القتب النادرة والتي تتواجد أيضا بأسعار تبدو بسيطة ومناسبة وبالتالي يستطيع أن يشري كم كبير من القتب بقيمة مناسبة بالنسبة لهذه الشرائح من القراء ومن رواد المعرض أيضا الفعاليات الخاصة بمسرح الخاص بمعرض القاهرة الدولي لأن الكتاب كانت تكتذب شرائح كبيرة من المواطنين خلال هذا اليوم ولا سيما العروض التي تقدم الفنون الشعبية المختلفة وأيضا معرض القاهرة الدولي الكتاب يتضمن العديد من الفقرات المختلفة ويجب به أكثر من 500 فعالية حتى نهاية هذا المعرض في السادس من فبراير المقبل وهذه الفعاليات يوجد عليها أقبال كبير من جانب المواطنين وبالتالي هذا هو السر وراء الأقبال الكبير على معرض القاهرة الدولي الكتاب وخصوصا أن الأرقام تقول أن نحو مليون ونصف أو مليون زائر اقتربوا أيضا من هذه الأرقام في الأيام الماضية وحتى يومنا هذا من زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب وبالتالي هذه النسخة هي نسخة نجاحة بامتياز كما يقول الكثيرون هنا إذن كريم رقب مراسل أكسترا نيوز حدثنا من معرض الكتاب شكرا جزيلا لك اجتمع وزير الخارجية سامح شكري خلال زيارته موسكو مع نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والتجارة دينيت منتوروف وناقش الجانبان المشروعات الروسية في مصر وتعزيز التبادل التجاري وناقاد اللجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني في الفترة المقبلة أطلقت مؤسسة حياة كريمة المحطة الرابعة من مبادرة أنت الحياة لتقديم أنشطة توعوية للأطفال والسيدات والكبار بمركز زفتة بمحافظة الغربية وثالث في الفترة من الأول من فبراير وحتى السادس وتتضمن فعاليات المبادرة العديد من الأنشطة التوعوية وأطلاق قوافل طبية وقوافل توعية نفسية بالإضافة إلى تنفيذ ورش عمل حرفية وتوعوية للسيدات وورش حكي للأطفال وجلسات الدوار وأمسيات المرأة المصرية هذا بفضل عن تنظيم محاضرات توعوية وورش عمل حرفية للكبار إلى جانب تنظيم ملتقى توظيف وفعاليات ثقافية كالمسرح ومعرض الكتاب والجديد بذكر أيضاً أن المبادرة مبادرة أنت الحياة أطلقتها مؤسسة حياة كريمة لأول مرة في أغسطس الماضي كأول فعالية توعوية تستهدف توعية المرأة والشباب والأطفال وكبار السن توعية اجتماعية وصحية ونفسية ودينية نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء شائعة تحديد الأجزاء المحذوفة من مناهج الصفين الدراسيين الرابع والخامس الابتدائي للفصل الدراسي الثاني وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التي أكدت أنه تم تنظيم مناهج الفصل الدراسي الثاني للصفين الرابع والخامس الابتدائي بما يتناسب مع الخريطة الزمنية للعام الدراسي دون الإخلال بنواتج التعلم والتركيز على المفاهيم الكبرى وإفساح المجال تنمية مهارات التفكير لدى الطلاب أعلنت وزارة الصحة عن الدفع بـ 12 سيارة إسعاف لموقع حريق نشب بقسم الأشعة داخل إحدى المستشفيات التابعة لأحد الجمعيات الأهلية بالمطارية بمحافظة القاهرة وأضحت الوزارة أن الحصيلة الأولية للحادث تشير إلى إصابة 32 مواطن وثلاث حالات وفاة مشيرا إلى تقديم الخدمات الإسعافية لأربعة مصابين بموقع الحريق دون الحاجة لنقلهم للمستشفيات ومشيرة أيضا إلى أن الإصابات تراوحت بين حروق وكسور واختناقات وجميع المصابين يتلقان الخدمة الطبية اللازمة وضحة أن أعداد الإصابات المعلنة جاءت نتيجة الحصر المبدئي وجاري المتابعة قام مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي بتفتيش منزل الرئيس جو بايدن في ولاية دالاوير وقال محامي الرئيس الأمريكي أن وزارة العدل فتشت منزل بايدن الشاطئي في دالاوير حسب المخطط مضيفا أن بايدن يتعاون مع تلك الإجراءات التي تسعى للبحث عن أي وثائق سرية يمتلكها الرئيس مشيرا إلى أن النقاب سيكشف عن مزيدا من المعلومات بعد انتهاء التفتيش شارك ما يصل إلى نصف مليون بريطاني من المعلمين وموظفي القطاع العام وسائقي القطارات في أكبر إضراب منسق منذ عقد للمطالبة بتحسين الأوضاع المالية وزيادة الأجور وتهدد اتحادات العمال بمزيد من تعطيل الأعمال على نتاق واسع مع إصرار الحكومة على رفض المطالبات بزيادة الأجور وتسبب الإضراب الجماعي على مستوى البلاد في إغلاق المدارس وتوقف معظم خدمات القطارات وإجبار الجيش على التأهب لتقديم المساعدة عند نقاط التفتيش الحدودية في يوم أطلق عليه من قبل اتحادات العمال إضراب الأربعاء ومن المقرر أن يعلن ممردون ومسعفون وموظفو اتصالات التوارئ وغيرهم من العاملين في قطاع الرعاية الصحية مزيدا من الإضرابات الأسبوع القادم يأتي ذلك في الوقت الذي أيدت فيه فرق الإطفاء هذا الأسبوع فكرة تنظيم إضراب على مستوى البلاد قالت رئيسة المفاوضية الأوروبية أرزولا فوندرلاين أن المحادثات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن الحدود ما بعد بريكسيت في أيرلندا الشمالية بناء للغاية وصرحت فوندرلاين في مؤتمر صحفي في بريكسال بأن لندن وبركسال تعملان لإيجاد حلول والتوصل إلى إطار عمل مشترك مؤكدة استمرار المفاوضات حتى النهاية يعقد مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي اجتماعا مهما اليوم هو الأول خلال العام الجاري وذلك لتحديد مصير سعر الفائدة الأمريكية ومن المتوقع أن يرفع المركزي الأمريكي السعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في نهاية التماعي الأربعاء توقعت وكالة موديز ارتفاع معدل تعثر الشركات الأمريكية عن سداد ديونها بشكل حاد إلى نحو 6% خلال العام الجاري وذلك مقابل 2% في العام الماضي مع تباطئ النمو الاقتصادي وأشارت موديز إلى أن السيناريو الأسوأ قد يدفع معدلات التعثر عن سداد الديون إلى 17-17% وهو ما يتوقف على مدى الضرر الناتج عن رفع معدلات الفائدة والأزمة الاقتصادية العالمية أكد نائب رئيس الوزراء الروسي أليكساندر نوفاك أن إنتاج النفط الروسي وصادراته مستقرة رغم تحديد سقف للأسعار والعقوبات الغربية على موسكو وأكد نوفاك أن موسكو ترى أن السوق متوازنة وأن أسعار النفط مقبولة كما أعرب عن توقعاته بأن يرتفع الطلب على النفط بفضل تحسن وضع كوفيد-19 في الصين اتهم الكريملين واشنطن بتقويد التفاقيات ضبط انتشار الأسلحة النووية بعدما قالت الولايات المتحدة أن روسيا لا تمتثل لآخر اتفاق بشأن التسلح وما زال قائماً وهي معاهدة نيو ستارت وقال الناطق باسم الكريملين دميتري بيسكوف أن موسكو ترى أهمية استمرار هذه المعاهدة متهماً في الوقت ذاته واشنطن بتدمير الإطار القانوني لها في مجال ضبط الأسلحة والأمن أكد رئيس الروسي فلاديمير بوتين ضرورة منع القوات الأوكرانية من قصف المناطق الحدودية أشيراً إلى أنها مهمة وزارة الدفاع الروسية كما أعلن أنه من الضروري إصلاح وتعويد الخسائر الناجمة عن قصف أوكرانيا للممتلكات في المناطق الحدودية استقبل الرئيس الأوكراني الرئيس النمساوي أليكساندر فاندر بيلين في العاصمة الأوكرانية كييف حيث عقد الزعيمان جلسة مباحثات عقبها مؤتمر صحفي مشترك أكد خلاله عدم إمكانية عقد محادثات سلام بين موسكو وكييف الآن إلى هنا نصل إلى ختام هذه النشرة إليكم تذكرة بأبرز ما ورد فيها من علاوين موسيقى الرئيس السيسي يؤكد أهمية العمل على مواصلة تطوير العلاقات مع موريتانيا على مختلف الأصعدة موسيقى نيابة عن الرئيس السيسي مدبول يزور السنغال للمشاركة في قمة دكار لتمويل تنمية البنية التحتية في أفريقيا موسيقى إضرابات واسعة لعدة قطاعات في بريطانيا للمطالبة بتحسين الأجور موسيقى لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكستر نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو أر كود الظاهر لكم على الشاشة شكرا وإلى اللقاء موسيقى 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 موسيقى